السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح كيفية إيقاف تشغيل الفيديو تلقائيا في الفيسبوك فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريق يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوونا تدخلونا على الفيسبوك فلو تلاحظوا الآن عندنا هذا الإعلان أو الفيديو يشتغل بشكل تلقائي لو ننزل على أي مكان نرجع مرة ثانية رح يشتغل تلقائيا فعشان تقفلون تشغيل فيديوهات بشكل تلقائي كل عليكم تسوونا تروحون على الثلاث شرطات اللي فوق على اليسار فمن هنا تروحون على إيقونة الاعدادات هذه رح تفتح معكم هذه الواجهة تنزلون شوي تحت رح تحصون عندكم خيار الوسائط تضغطون عليه فهنا يا شباب في عندنا ثلاث خيارات للتشغيل التلقائي فالخيار الأول رح يسمح للفيديوهات أنها تشتغل عن طريق الشبكة وأيضا عن طريق بيانات الهاتف أو بيانات الشريحة أما الطريق الثاني يا شباب رح يسمح للواي فاي فقط أنها تشتغل عن طريق الفيديوهات بشكل تلقائي والخيار الثالث رح يمنع الفيديوهات أنها تشتغل بشكل تلقائي سواء كنت داخلين على الواي فاي أو عن طريق بيانات الهاتف فكذا تختارون الخيار الثالث وبعد كي ترجعون على الخلف فالآن لو تلاحظون لو نشغل نفس الفيديو ما رح يشتغل بشكل تلقائي فننزل ونرتفع مرة ثانية لو تلاحظون مقفل الفيديو فكذا أي فيديو حابين تشغلونا فقط تضغطون عليه ورح يشتغل بشكل مباشر فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسون يا شباب دعمنا باللاك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة